ألا أخبركم بشر الناس بشر الناس يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة ألا أخبركم وأكشف لكم عن شر الناس قالوا بلى يا رسول الله قال رجل يسأل بوجه الله يسأل بوجه الله ولا يعطى يعني يأتيه السائل فيقول أسألك بالله إلا أعطيتني فلا يعطيه قال هذا من شر الناس لماذا صار من شر الناس أنه ما عظم الله عز وجل فالسؤال الفقير أو المسكير له بوجه الله عز وجل أو سؤاله بالله عز وجل ولم يتحرك له شعور ولا إحساس ولم ينتفض ولم يتأثر دليل على ماذا على رقة في دينه وقلة مخافة الله عز وجل ومراقبة الله عز وجل فالله جل وعلا يقول ومن الناس يقول جل وعلا وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم هذا صنف من الناس بينما أهل الإيمان لا يتأثرون في البخاري أن عيسى عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يسرق فقال سرقت قال والله الذي لا إله إلا وما سرقت قال آمنت بالله وكذبت عيني ردتهم إلى عينه معنى شاف بأمي بعين رأسه رآه يسرق لكن لما حلف بالله العظيم قال آمنت بالله وكذبت عيني هذا هو تعظيم الله عز وجل هذا هو تعظيم الله ولذلك المسلم يحذر لكن أرجع وأكد على ماذا أنه إذا ظهرت علامات الكذب والغش فإنه لا يجوز للمسلم أن يكون ضعيفا أو أن يخدع يخدع فينتبه المسلم أما إذا ظهرت عليه علامات الفقر والحاجة وسألك بالله لا ترد إلا أن تضع في يدي شيء مثل ما كانت أم عبد الله الصديقة بنت الصديق ما كانت ترد سائلا حتى إن سائلا مرة أتاها فلم تجد إلا حبة عنب فوضعت الحبة العنب في يده فكأن من في البيت يعني إليها أو غمزها قال يعني كيف حبة عنب وشي ايش تعمل حبة العنب فقالت رضي الله عنه يقول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرير أيهما أكبر الذرة أم حبة العنب قالوا حبة العنب قالت فإذا يعني كيف تلومونني والذرة أقل الذرة هي الهباء الهباء التي تطير في الجو قد لا ترى بالعين المجرد إلا بانعكاس ضوء الشمس أحيانا تشاهدها المقصود بأن الإنسان لا يرد السائل لكن يتنبه الإنسان أيضا إلى أحوال الزمان والمكان خاصة مثلا إذا وجد في زمان كثرة الختلة واللصوص كثرة الذين يعني يستغلون عطف الناس ورحمة الناس وطيبة الناس ويأخذون أموال ما يستعملونها في أمور محرمة أو في مسائل تخل بالأمن أو تخل بدين الناس أو بدنيا الناس هؤلاء ينتبه الإنسان ويحيلهم إلى الجهات مثل الجمعيات الخيرية وغير ذلك المؤمن لا بد أن يكون ذكيا فطنا ولا ينخدع أيضا بمثل هذه الأشياء نعم ترجمة نانسي قنقر